السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نهاردة ان شاء الله هعمل لكم البرازي السوري بطريقة سهلة جدا وبسيطة وبستغل الفيديو علشان ادعي الاهل سوريا ان ربنا يفرق قربهم ويزيل همهم بتمنى اي حد يشوف الفيديو يدعي لهم دعوة حلوة كده لعلها ان شاء الله تكون مستجابة هنبتدي ندخل على المئدير والطريقة معانا بيضة هنكسرها في البولة اللي هنعمل فيها وننزل عليها بتلات تربع كوباية سكر ورشة ملح ورشة فانيليا ونص معلقة صغيرة محلب مطحون لو ما فيش محلب ممكن تستغني عنه وتستكفي بالفانيليا وهننزل بمعلقة صغيرة بيكنج بودر نبتدي نضرب بقى الخليط لحد ما اللون البيت كده والخليط يبقى فاتح وبعد كده نكون مجهزين تلات تربع كوباية زبدة بدرجة حرارة المطبخ او سايحة هنبتدي ننزل بقى بالزبدة ونضرب الخليط مع بعضه وبعد كده نكون مجهزين ربع كوباية زيت هننزل بيها برضو فوق الخليط ونفضل نضرب لمدة تقريبا خمس دقايق عندما كل المكونات تمتازج مع بعض والسكر يدوب المقادير بالتفصيل ان شاء الله هحطها لكم تحت في صندوق الوصف لو حابين يعني تشوفوها بالتفصيل او لو حابين يعني تاخدوها مكتوبة هنكون بقى مجهزين كوبايتين دقيق هننزل عليهم بالا هننزل بيهم على الخليط وننخلهم كويس وبعد كده نقلب بقى بمعلقة بسباتيولا بايديك بس احنا مش عايزين نعجن في المرحلة دي يا دوبك بس الخليط يخطفي مع في قلب العجين خلاص كده يبقى توقفي احنا مش عايزين نعجن عايزين بس البسكوتة تكون هشة كده وطرية ده بسبب ان احنا ما نعجنهاش كتير خلاص خلاص دي اهو امتزك كده مع باقي المكونات كلها خلاص هوقف وهبتدي بقى اعمل طبقة السمسم طبقة السمسم عبارة عن انا كنت باستخدامة كوباية بس زودتها فاقول لكم المقادير باللي انا زودته كوباية ونص سمسم محمص وهننزل عليها بمعلقة ونص كبيرة سيرب تقيل اللي هو سيرب الحلوات الشرقية ومعلقة ونص مية لو ما عندي كيس سيرب ممكن تحطي عسل نحي نتقلب كده السمسم ونبتدي نحطه في طبقة بقى مفروض علشان نعرف نحط البسكوتة عليه ونعرف ازاي السمسم جاهز معانا ان احنا نضغط ايدينا كده لو السمسم لازق في ايدينا يبقى هو كده تمام وهيلزق في البسكوتة لو ما لازقش في ايدينا بالقدر الكافي هنزود معلقة تاني سيرب ومعلقة مية هنبتدي بقى نشكل العجينة انا محضرة هنا الوصفة الاساسية بتتعامل بفوزدق انا حضرت سوداني بديل للفوزدق لان انا اشتريتها مرة جاهزة لقيتها معمولة بسوداني فعملتها بسوداني لو انت متاح عندك فوزدق اعمليها بالفوزدق زي الوصفة الاساسية وبرضو حاجة تانية هقولها ان الوصفة الاساسية بتاعت البرازق بتتعامل بسمنة وبتتعامل من غير بيد انا عملتها بزبدة المرادة وعملتها ببيض يعني حبيت انها تكون اخف شوية لكن في فيديو تاني ان شاء الله هعمل لكم الوصفة الاساسية بنفس طريقة اهل الشام بالزبط لكن الوصفة دي والله يطعمها حلوة جدا وممتازة فاجربوها وان شاء الله استنوني اعملكم الوصفة الاساسية خلاص ابتديت بقى اشكل البسكوت هنعمل كورة ونضغطها على السوداني او الفوزدق او المكسرات اللي بتعمليها ونقلبها على الناحية التانية ونبتدي شايفين انا بلفها ازاي وانا بعملها اضغطي ولفي اضغطي ولفي علشان تبقى معاك دايرة مزبوطة هنضغط ونلف ونكون في الوقت ده مشغلين الفرن على درجة حرارة مية وتمانين او متين ما بتاخدش وقت خالص بتاخد تقريبا من 12 ل 15 دقيقة بالكتير واول ما البسكوتة من تحت يبقى لونها دهب كده فاتح هنبتدي نشغل عليها الشواية بتحمر وخلاص كده البسكوتة خلصت بكل تفاصيلها وبكل بساطة الطريقة سهلة جدا وبسيطة جدا شايفين اللونها حلو ازاي ومقرميشة جدا جدا والمحلب مديها نكهة حلوة لو عنديك محلب متاح حطي لو ما عنديكيش مش مشكلة استخدميها بالفانيليا بس وخلاص كده الوصفة خلصت اتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم واتمنى تجربوها وشكرا جدا على المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة